طبعا البداية لازم تكون بالتهنئة مليون مبروك للنادي الاهلي الفوزة على بيرامدس بهدف دون رد سجلوا طبعا علي معلول من ضربة جزاء والتتويج ببطولة السوبر المصري للمرة 13 في تاريخ النادي الاهلي فرقنا الحقيقة قدم مباراة كبيرة جدا وقوية جدا واستحق التتويج بهذا اللقب وقبل كل حاجة نال احترام الجميع النادي الاهلي كالعادة هو سفير كرة القدم المصرية هذه البطولة شهدت ظروف وتحديات كتير قوي الحقيقة والمباراة كانت صعبة للغاية أمام منافس قوي وعنيد ولكن نجحنا الحمد لله في التتويج باللقب كالعادة بشخصية النادي الاهلي وبروح الفانيلا الحمراء وبروح الفريق ودي المظاهر اللي دايما بتظهر في المواقف الصعبة الاهلي دايما عنده إصرار ملحوظ على إسعاد جماهيره في كل مكان عشان كده استحق التتويج بهذا الكأس المباراة النهائية دايما بتكون مباراة صعبة والحظوص فيها بتكون متساوية إلى حد كبير لكل فريق ولكن الاهلي عارف كوي ساوي إزاي يخوض مثل هذه المباراة لأنه بيحترم جميع المنافسين بن قوسين كده أيا كان مين هو المنافس لعيبة النادي الاهلي كحقيقة كانوا على قدر المسئولية ونجحوا فيه إدخال بطولة جديدة إلى دولاب بطولات النادي الاهلي شكرا للعيبة النادي الاهلي اللي فرحونا شكرا لمجلس إدارة النادي الاهلي بلقاسة كابتر محمود الخطيب اللي الحقيقة بيسعى دائما وأبدا لتوفير كل ما يلزم ليس فقط لفريق كرة القدم ولكن لجميع فرق النادي الرياضية المختلفة يعني كضمان لتحقيق البطولات